سباق مع الزمن في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا قسم الصيانة الهندسية يصل إلى المراحل النهائية في مشروع بناء ردهة إنعاش المصابين في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية في محافظة كربلاء خلال مدة زمنية قصيرة بعد تكليف قسم الصيانة الهندسية بإنشاء المحجر الخاص بأمراض الوبائية كورونا الحمد لله وصلنا المراحل النهائية للمشروع المتكون من 60 ردهة منفردة تقريباً إن شاء الله سيتم التسليم أيام قليلة ردهة الإنعاش بنيت على مساحة 1350 متراً مربعاً تحوي ما يقارب الستين سريراً وعلى ردهات مجهزة بالمستلزمات المطلوبة حيث استنفرت الملاكات الهندسية والفنية في القسم جهودها بالعمل بواقع 24 ساعة في اليوم لتسليمها للجهات المعنية والاستفادة منها بأسرع وقت ممكن العمل تقسم إلى عدة مراحل المراحلة الأولى كارتية استبدال التغبة المراحلة الثانية البنى التحتية المراحلة الثالثة صب الأسس والمراحلة رابعة الهاكل الحديدية وتخطيح المراحلة السندويج نحن الآن في المرحلة الخامسة برحلة الإنهاءات المبنى مزود لكافة المنظومات وحسب المواصفات المطلوبة من دائرة صحة كربلا منظومات حديثة ذات مواصفات عالية منظومات التبريد الفول الفرش منظومات الإنهاءة مرفق صحي في أيام قليلة نفذته العتبة العباسية المقدسة متمثلة بملاكاتها الهندسية والفنية وبإشراف ملاكاتها الطبية في محافظة كربلا وذلك لتعويض النقص الحاصل في أماكن استقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد ولم يقتصر الأمر على هذا فقط فهناك مشروع بناء ردهات في مستشفى الهندية العام ما زال قيد الإنجاز وهناك أعمال أخرى تنضوي ضمن حملتها لحماية المجتمع من وباء كورونا اشتركوا في القناة